هدرب لكم مثال وانا المثال ده بالذات لما باجه اذكره شوية بتوجع من الزواهر المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة الرأس في الفيديوهات على التيك توك اولاد كتير لما بيشوفوا ده بيحسوا انه ده عادي ايه المشكلة الصحابي وناس كتيرة بيعملوا كده وفيه بلوجرز كتير محبوبين ومشهورين بيعملوا كده ايه اللي بقى المشكلة انتوا ليه معقادين الدنيا ايه يعني لما ارقص اه انت بترقصي قدام ملايين الناس انت بترقصي على صفحتك على السوشيال ميديا فالناس كتير هتشوف ده لدرجة ان في بعض الاهالي بتعمل ايه بقى بتخلي الاولاد يعملوا كده عشان يبان ان هم مدردحين لذلك احنا عندنا ازمة في مسألة تبني النمازج المقدمة لأولادنا هو فين النموذج فكتير من النمازج اللي بيعتبروها وبيحبوها وبيعرضوا نفسهم بجرأة ومن غير ضوابط فبالتالي لما النمازج دي بتعرض نفسها بجرأة ومن غير ضوابط بالتالي اولادنا ايه بيبقى هو ده المعايير اللي عندهم فواجب علينا ان احنا نعلم اولادنا المعايير اللي تخليهم يقيموا اللي بيشوفوه بس مش بطريقة ان احنا نوصف عياننا ونوصف الشخصيات اللي بيتابعوها انهم ما عندهمش ادب احنا ما طلبناش ده لان احنا لو وصفنا الشخصيات بروجرز دولا او الشخصيات المشاهير دي انهم ما عندهمش ادب انا ببشركم ان اولادكم عيعملوا ايه هيتمردوا تمردوا واسع على ده ويوصلوا الى حد الاستبياع احنا بقى بنحبهم وملكمش دعوه لكن كمان ما ينفعش ان احنا نسيب المسألة على كده احنا لازم نبحث عن نمازج حقية النمازج الحقية دي فيها لطف وفيها خفة ولغاتهم قريبة من لغة اولادنا وفي نفس الوقت بيقدموا معنى وقيمة ودول بالمناسبة كتير قوي قوي كتير جدا وانا مش عايز بس اقول اسماء او اقول حاجات ومش لازم يبقى الاشياء اللي بتقدم اشياء مكالكعة لا اشياء بسيطة وحلوة وبتتأدى في اقل من دقيقة وتخلي الناس يحبوا القيم والاخلاق ويتحسن تربيتهم المشكلة لما الاهل بقى يفرحوا باولادهم ان هما بقوا ترند بسبب فيديوهات الرأس وفيه يعني انا اقول لكم حاجة انا بساعد بقى قاعد مزهول كده لما اشوف بعض الفيديوهات كده مش ممكن الناس دولة اصحاب الوضع المحافظة او التفكير ايه اللي بيحصل للناس ده وفيه بعض الناس اللي بيصور اولادهم تحت العشر سنين وهم بيرقصوا على اغاني فيها سوء ادب واضح كل اغنية كل اغنية بتتغنى والاولاد دولة بيرقصوا عليها محتاجة بلاغ محتاجة بلاغ لانها فيها تحريض على قلة الادب تحريض على التحرش تحريض على حاجات كتيرة جدا 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 السؤال بقى احنا برب اولادنا على ايه لازم نسأل نفسنا السؤال ده لذلك احنا من غير ما ناخد بالنا خلينا اولادنا مدردحين من غير حدود احنا التردح عندنا ان الواحد يبقى واضح ان الواحد يقدر يعبر دلوقتي التردحة معناها قالها حدود حتى في علاقتنا بيهم احيانا بنشيل الحدود من الاحترام وهم صغيرين وانا هقول كلمة كده فنخليهم مثلا يندون باسماءنا وساعتي مش بس يندون باسماءنا من غير بابا وماما لا يندون باسماء مبتزلة مش بس يندون باسماءنا ينديني بالدلع اللي فيه نوع من انواع عدم الاحترام انا جميل ان احنا نبقى قرابين من اولادنا جميل ان احنا نصحب اولادنا بس احنا نبقى صاحب اولادنا لازم يكون عندنا معايير جميل جدا ان احنا نكون قريبين من بعض لكن المحافظة على حدود الاحترام بيعلم اولادنا ازاي يدل كل حاجة قدراها وما تبقاش العلاقات كده في هذه السيولة وفيها تكريس في الانسان ان ما فيش حدود يعني البنت لو ما تعلمتش ان هي بتتعامل مع ابوها بأدب وباحترام هتروح تتبسط مع اي رجل في الرجالة يبصوا لها ان هي مبتزلة انا بقول لكم اللي الدراسات بتقولوا انا بقول لكم اللي بيحصل في الناس لانها متولية بتجيب بعضها ففي العلاقات مهم جدا ان الاولاد يتعلموا الاحترام في البيت ويتعلموا الحب والحنية في البيت ايه اللي اشكال في ده فهوما لما يقول بابا وماما ده معناه ان بابا وماما مش اصحابي لا بابا وماما اصحابي وبشكل لطيف خالص وانا هسألكم بعد تاني انا ليه احرم الاولاد انهم يحسوا انهم ليهم دور في حياة ابوهم ومهم انهم ينادون بالابوة والامومة ان يتخلي الاباء والامهات حسين بالجميلة للاولاد اولاد لما يسير له لفظ الاب والام الاباء والامهات يحسوا انهم ابو وام ازاي